اشتركوا في القناة والنصوص الشرعية في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالترغيب فيه والحث عليه والعلم الشرعي مع كونه فيه فضلا عظيما وثوابا جزيلا إلا أن تحصيله ونيله وتلقيه ينبغي أن يكون على أسس سليمة وعلى طرق مستقيمة وذلك لأن العلم له أبواب من ولج من هذه الأبواب نفع الله عز وجل به وانتفع به ومن ذلك أعني من هذه الأبواب التي تكون سببا لنين العلم وتحصيله أن يتعلم طالب العلم علم أصول الفقه فإن هذا العلم علم جليل من حيث القدر به يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية وبه يعرف ما يستجد من الأحكام مما يسمى بالنوازل وبه يتمكن من معرفة أسرار الشريعة وحكمها ومعانيها وقد صنف أهل العلم في هذا الباب أعني في باب أصول الفقه صنفوا كتبا ورسائل ومنظومات ومن هذه الرسائل هذه الرسالة التي نحن بصدد التعليق عليها والشرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وهذا أوان الشروع في المقصود نسأل الله عز وجل أن يعين على إتمامها يقول المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل فإنه مبدوء بالبسملة وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر ثم قال المؤلف رحمه الله الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى الحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما والله تعالى يوصف بالحمد لكمال صفاته ولجزيل كباته وقالوا نحمده توكيد لقوله الحمد وقالوا الحمد لله اللام هنا للاختصاص أي الحمد الكامل مختص بالله عز وجل قال على ما له من الأسماء الحسنى فأسماءه سبحانه وتعالى حسنى أي أنها بالغة في الحسن غايته قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها والصفات الكاملة العليا يعني أن صفاته سبحانه وتعالى كاملة عالية وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين ذكر المؤلف رحمه الله هنا أن أحكام الله تعالى على أقسام ثلاثة أولا أحكام قدرية كونية وهي ما يدبره الله عز وجل في هذا الكون من إيجاد أو إعدام أو تغيير والثاني أحكام شرعية تتعلق بالشرع وهو ما أنزله الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرائع من الطهارة والصلاة والزكاة والصيام وغيرها والثالث أحكام الجزاء وذلك بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام وأشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني أن لا إله إلا الله أي أنه لا أحد يستحق العبادة سوى الله عز وجل وقول وحده توكيد للإثبات وقوله لا شريك له توكيد للنفي قال لا شريك له في الأسماء والصفات فأسماءه مختصة به سبحانه وتعالى وصفاته خاصة به لا يشركه فيها أحد وكذلك أيضا لا شريك له في العبادة بل يجب على المرء أن يخلص العبادة لله تعالى والأحكام أيضا لا شريك له في الأحكام فالشرع إنما يتلقى من قبل الله عز وجل مما أنزله في كتابه أو أنزله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني أن محمدا يعني محمد بن عبد الله عبد لله عز وجل ورسوله أي المرسل من الله تعالى وقوله عبده ورسوله لم يقل رسوله وعبده بل قال عبده ورسوله فبدأ بوصف العبودية قبل وصف الرسالة وذلك لأمرين الأمر الأول أن وصف العبودية سابق على وصف الرسالة فهو عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون رسولا كان عبدا وثانيا أنه بتحقيقه لعبودية الله عز وجل صار رسولا فاصطفاه الله تعالى وجعله رسولا قال الذي بين الحكم والأحكام بين حكم الأحكام الشرعية وبين الأحكام الشرعية فهو عليه الصلاة والسلام يبين الحكم والحكمة يعني يبين الحكم وعلته ووضح الحلال والحرام كما في قوله عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فقد بين عليه الصلاة والسلام الحلال والحرام فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله وأصل الأصول وفصلها أصل الأصول يعني الأصول الشرعية وذلك لأن الله تعالى أعطاه جوامع الكلم التي تعتبر أصولا في الشريعة فقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هذا من الأصول وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هذا من الأصول وكذلك أيضا ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله لا ضرر ولا ضرار فكل هذا من الأصول التي أصلها وفصلها وبينها قال حتى استتم هذا الدين واستقام يعني حتى أقام شريعة الله عز وجل مستقيمة بينة واضحة لا إشكال فيها اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه خصوصا العلماء الأعلام اللهم صل وسلم صلاة الله تعالى على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد أي أثن عليه في الملأ الأعلى وقوله وسلم جمع بين الصلاة والسلام اقتداءا بالآية الكريمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آله وأصحابه وأتباعه جمع المؤلف هنا بين الآل والأصحاب والأتباع وإذا جمع بين الآل والأصحاب والأتباع فإن المراد بالآل المؤمنون من قرابته والأصحاب جمع صاحب وهم الصحابة والصحابي كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك والأتباع هم أتباعه على دينه خصوصا العلماء الأعلام يعني أخص من هؤلاء من الآل والأصحاب والأتباع العلماء الأعلام يعني الذين كانوا أعلاما يختدى بها ويهتدى بها قال أما بعد فهذه رسالة قالوا أما بعد هذه كلمة يؤتى بها للدخول في صلب الموضوع الذي يريد الإنسان أن يتكلم به وليست كما قيل إنها كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر يقول فهذه رسالة لطيفة رسالة لطيفة أي يسيرة في أصول الفقه يعني في هذا العلم سهلة الألفاظ واضحة المعاني يعني أنه رحمه الله كتبها وسهل ألفاظها ووضح معانيها معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معان يعني أنها تعين طالب العلم على تعلم الأحكام الشرعية لكل من تأمل واستعان بالله تبارك وتعالى قال نسأل الله نسأل الله أن ينفع بها جامعها يعني مؤلفها وقارئها يعني من قرأها إنه جواد كريم ثم قال المؤلف رحمه الله فصل أصول الفقه هو العلم بأدلة الفقه الكلية وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة وإما جلائل يستدل بها على المسائل أصول الفقه يعرف باعتبارين أولا باعتبار مفردي يعني باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه فالأصول جمع أصل وهو ما ينبني عليه غيره ومن ذلك الجدار وهو أساسه وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها قال الله عز وجل ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وكلمة أصل تطلق في كلام العلماء على خمسة معاني الأول الدليل فيقال الأصل بمعنى الدليل كقولك الأصل في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله تعالى كذا وكذا ثانيا يطلق الأصل على القاعدة المستمرة فيقال مثلا هذا على خلاف الأصل أي على خلاف القاعدة المستمرة كما لو قلت أكل الميتة على خلاف الأصل أي على خلاف القاعدة المستمرة لأن الله تعالى حرم الميتة ويطلق الأصل على الرجحان فيقال الأصل يعني الراجح كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز يعني الراجح في الكلام أن يحمل على حقيقته لا على مجازه والرابع المقيس عليه في باب القياس لأن القياس أصل وفرع وحكم وعلة جامعة فالأصل يطلق على المقيس عليه فتقول مثلا يجري الربا في الأوراق النقدية قياسا على الذهب أو على الفضة فالذهب والفضة أصل ويطلق الأصل على أقل عدد تخرج منه المسألة أو فروضها بدون كسر وذلك في باب الفرائض إذن الأصل في قوله أصول الفقه الأصول جمع أصل والفقه في اللغة بمعنى الفهم ومنه قوله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام وحل العقدة من لساني يفقه قولي واصطلاحا الفقه يعرف بأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية هذا هو حد الفقه وتعريفه معرفة الأحكام الشرعية فخرج بقولنا معرفة الأحكام الشرعية خرج به الأحكام العقدية فلا تسمى فقها اصطلاحا وإن كانت هي الفقه الأكبر وخرج به أيضا الأحكام العقلية والأحكام العادية بأدلتها العملية بأدلتها التفصيلية يعني أن يعرف الأحكام بأدلتها لأن الذي يعرف الأحكام من غير جليل ليس بفقه فالفقه حقيقة أن تعرف الحكم بجليله لأن الذي يعرف الحكم من غير جليل هذا مقلد وليس عالما ولهذا قيل العلم معرفة الهدى بجليله ماذا كوالتقليد يستوياني هذا هو تعريف الفقه باصطلاحا أما تعريف الأصول الفقه بكونه لقبا لهذا الفن فيعرف بأنه علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد هذا هو حد أصول الفقه علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية يعني أن العمر للوجوب وأن الأصل العموم ونحو ذلك وكيفية الاستفادة منها يعني كيف يستفيد من هذه الأدلة في استنباط الأحكام وحال المستفيد يعني الطالب لهذا العلم وهو المجتهد وعلم أصول الفقه كما سبق علم جليل من حيث القدر يتمكن به الإنسان من استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة يقول المؤلف رحمه الله أصول الفقه هو العلم بأدلة الفقه الكلية يعني الإجمالية وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها إما مسائل يطلب الحكم عليها يعني يستدل لها إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة يعني هل هذا واجب أو مستحب أو محرم أو مكروه أو مباح وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل هذا هو الفقه معرفة المسائل والدلائل أن تعرف أن هذه المسألة حلال أو حرام مباح أو واجب وأيضا تستعرف دليل ذلك فمثلا معرفتك أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء هذا فقه لكن أيضا تعرف جليل ذلك وهذا أيضا فقه إذن الفقه يشمل أمرين أن تعرف المسألة هذا أولا وثانيا أن تعرف حكمها وجليلها قال فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل ثم قال وهذه الدلائل يعني التي تدل على المسائل كلية تشبل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما هذه الأدلة الكلية فالأدلة الكلية يعني الجامعة لجميع أبواب الفقه فقولنا مثلا الأمر للوجوب يدخل في جميع أبواب الفقه من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والبيع والنكاح وغيره وهذه هي أصول الفقه قال وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية أدلة جزئية تفصيلية هي الأدلة الخاصة لكل مسألة أو لكل باب فالأدلة بالنسبة للفقه على نوعين أدلة إجمالية كلية يستدل بها الإنسان أو يستفيد منها في جميع أبواب الفقه كالأمر للوجوب الوسائل لها أحكام المقاصد ونحو ذلك وهناك أدلة تفصيلية يستدل بها على المسائل الجزئية كمثلا سجود السهو سهى النبي صلى الله عليه وسلم فساجد سجدتين هذا الدليل لا يمكن أن يستجل به في غير هذا الباب لا يمكن أن تستجل مثلا به في الزكاة في الصيام في الحج لأنه لا علاقة بين هذا الدليل وبين مسائل الصيام والحج قال رحمه الله فالأحكام مضطرة إلى عجلتها التفصيلية الأحكام الشرعية مضطرة إلى عجلتها التفصيلية والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية فالأحكام مضطرة إلى عجلتها التفصيلية فعنت تقول هذا الشيء واجب ودليله كذا هذا الدليل التفصيلي مضطر إلى الأدلة الكلية فمثلا نقول الصلاة واجبة هذا حكم دليله وأقيم الصلاة هذا الدليل مفضر إلى الأجلة الكلية لأن قوله أقيم الصلاة أمر والأصل في الأمر الوجوب إذن في قوله تبارك وتعالى وأقيم الصلاة عرفنا من قوله وأقيم الصلاة أن الصلاة واجبة ودليل ذلك قوله وأقيم الصلاة ما الذي دلنا على أن الأمر هنا للوجوب نقول الدليل على ذلك القاعدة وهي أن الأصل في الأمر الوجوب وكذلك قوله عز وجل في التحرين كقوله تبارك وتعالى ولا تقرب الزنا ونهيه عن السرقة نقول ماذا الزنا حرام ودليله قوله تعالى ولا تقرب الزنا وهذا نهي عام يشمل كل ما يكون وسيلة إلى هذا المحرم أو إلى الوقوع في المحرم قال وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام الشرعية يعني فعلم أصول الفقه علم مهم بالنسبة لطالب العلم به يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية بطرق سليمة وبه يتمكن من معرفته يتمكن إلى الترق إلى مرتبة الاجتهاد ثم قال المؤلف رحمه الله فصل الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه والحرام ضده الأحكام جمع حكم وهو في اللغة بمعنى القضاء وأما الصلاحا فهو مقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع هذا هو تعريف الحكم إذن الأحكام جمع حكم وهو في اللغة بمعنى القضاء وأما الصلاحا فهو مقتضاه خطاب الشرع يعني مقتضى خطاب الشرع الذي يتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع فقولنا خطاب الشرع المراد بذلك ما جاء في الكتاب والسنة وقولنا المتعلق بأفعال المكلفين يعني ما تعلق بأعمالهم سواء كان قولا أم فعلا إيجادا أم تركا والمراد بالمكلفين ما من شأنهم التكريف فيشمل الصغير والمجنون والمراد بقولنا من طلب العمر والنهي وذلك أن الطلب إما أن يكون طلب إيجاد وإما أن يكون طلب كف وطلب الإيجاد تارة يكون جازما وتارة يكون غير جازب فالجازم هو الواجب وغير الجازب هو المستحب وطلب الكف إما أن يكون جازما وهو المحرم وإما أن يكون غير جازما وهو المكروم أو تخيير هذا هو المباح وبهذا شمل هذا التاليف الأحكام الخمسة أو وضع المراد بذلك الأحكام الوضعية الصحيح والفاسد والشرط والمانع وغيرها يقول المؤلف رحمه الله الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه عرف المؤلف رحمه الله الواجب بالحكم نظرا لأن هذا الكتاب كتاب مختصر لطلبة العلم المبتدئين فعرفه بحكمه لأنه أسهل وأيسر وإلا فإن التعريف بالحكم معيب عند علماء المنطق ولهذا قيل وعندهم من جملة مردود أن تدخل الأحكام في الحدود وتعريف الواجب أن يقال هو في اللغة بمعنى الساقط فالواجب لغة بمعنى الساقط وأما اصطلاحا فهو ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل فقول لما أمر به الشارع خرج به ما نهى عنه سواء كان محرما أم مكروها وقالنا على سبيل الإلزام خرج به ما أمر به لا على سبيل الإلزام وهذا هو المستحب وحكم الواجب حكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه ولا نقول يعاقب تاركه لأن الله تعالى قد يعفو عنه وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن أصحاب المعاصي من كبائل وغيرها تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته إن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم وإن شاء غفر لهم قال والحرام ضده يعني هو الذي يثاب تاركه ويعاقب فاعله وهذا أيضا تعريف للمحرم بالحكم وعما تعريفه بالحد فأن يقال ما نهى عنه الشارع على سبيل الإلزام بالترك فخرج بقولنا ما نهى عنه ما أمر به من الوجوب والاستحباب وقولنا على سبيل الإلزام خرج به ما نهى عنه لا على سبيل الإلزام وذلك هو المكروه يقول والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه والمكروه ضده المسنون هو الذي يثاب فاعله يعني من فعله أثيب ومن تركه لم يعاقب هذا هو المسنون وحده ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام بالفعل يعني أمر به ولكن لم يلزم بفعله والمكروه ضده الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله وحده أن يقال ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الإلزام بالترك والمباح يقول المؤلف مستوي الطرفين وقيل المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي ثم قال المؤلف رحمه الله وينقسم الواجب إلى فرض إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة ذكر المؤلف رحمه الله هنا أحكام أو أقسام الواجب فقال وينقسم الواجب إلى فرض عين وهو ما طلب فعله من كل مكلف بالغ إلى آخره الواجب ينقسم باعتبارات متعددة أولا باعتبار الفعل فينقسم إلى معين ومخير باعتبار الفعل ينقسم إلى واجب معين وإلى واجب مخير فالمعين هو ما لا تخير فيه بل لا بد من فعله أو فعل بدله إن كان له بدل كالطهارة فالطهارة واجب معين فلا بد من فعله يعني من الإتيان بالطهارة أو الإتيان ببدلها عند العذر وهو التيم كذلك أيضا الصلاة واجب معين ليس هناك تخيير بين فعلها وبين تركها أو الفدية وكذلك الحج وكذلك الصيام فهو واجب معين ليس فيه تخيير بل يجب على من تمكن من الحج أن يفعله ويجب على من تمكن من الصيام أن يفعله أو أن يفعل بدله فيما إذا كان له بدل كالصيام والثاني من أنواع الواجب المخير يعني ما خير فيه بين أشياء محصورة معلومة معينة لا مطلقة تكفارة اليمين قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فخير الله عز وجل أو فذكر الله تعالى التخير هنا بين هذه الخصار هذا هو القسم الأول من أقسام الواجب باعتبار الفعل باعتبار الفعل ينقسم إلى معين وإلى مخير فيه ثانيا باعتبار الفاعل ينقسم الواجب باعتبار الفاعل إلى قسمين عيني وكفائي إلى واجب عيني يعني إلى فرض عين والثاني إلى فرض كفاية فالواجب العيني ما طلب فعله من كل مكلف وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة كما قال المؤلف رحمه الله كالصلاة الصلاة الفريضة من الفرض العيني فلا يقال مثلا إنه إذا قام بهذه الفريضة الصلاة بعض المسلمين سقط الإثم عن البقية بل لا بد من أن يأتي بها كل مكلف وعما الواجب الكفائي فهو الذي إذا قام به من يسقط الواجب سقط الإثم عن البقين كما سيأتي بيانه ثالثا ينقسم الواجب أيضا باعتبار الزمن إلى مضيق وموسع فالمضيق ما كان وقته بقدر الفعل كصيام رمضان فشهر رمضان واجب مضيق لأنه لا يتسع إلا لصيام رمضان والواجب الموسع أن يكون الوقت المقدر للعبادة أكثر من وقت فعلها بحيث يتسع لها ولغيرها من جنسها كأوقات الصلوات الخمس فمثلا وقت صلاة الظهر يتسع لصلاة الظهر ويتسع لغيرها من جنسها فالإنسان مثلا يصلي نوافل ويتنفل ما دام الوقت باقيا هذه هي أبرز أقسام أو أظهر أقسام الواجب يقول المؤلف رحمه الله فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة وإلى فرض عين وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك ذكر المؤلف رحمه الله الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية وفرض العين وفرض الكفاية يشتركان ويفترقان فيشتركان في أمرين الأول ابتداء أصل الخطاب وأن كل منهما واجب مأمور به يجب اعتقاد وجوبه فالخطاب في فرض العين وفي فرض الكفاية موجه إلى الجميع الفرق الثاني أنهما يلزمان بالشروع مطلقا فيما يجب المضي فيه سواء وجد من يقوم بهذا الفرض أو لا فمثلا صلاة الجنازة فرض كفاية فإذا شرع الإنسان فيها لزمه أن يتمها ولا يقول إن هناك من في المستد أو من يصلون على الجنازة من يقوم بهذا الواجب فالفريضة كالظهر يجب إتمامها الجنازة يجب إتمامها الجهاد يجب إتمامه لقوله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم إذن الواجب العيني والواجب الكفائي يشتركان في أمرين أولا أن الخطاب فيهما موجه إلى الجميع وثانيا أنهما يجزمان بالشروع فيما يجب المضي فيه ويفترقان في ثاني حال يعني من حيث الأداء فالواجب العيني واجب على كل مكلف وأما الكفائي فإنما يجب على من يجب بفعله أو من يحصل بفعله الكفاية هذا هو الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية ففرض العين يجب الاهتيان به من كل مكلف وأما فرض الكفاية فإنما يجب على من يجب بفعله الكفاية يعني من يحصل بفعله الكفاية وضرب المؤلف رحمه الله أمثلة قالك تعلم العلوم تعلم مثلا علم الطب فرض الكفاية فإذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم البقين تعلم الصناعة النافعة لأن المسلمين يجب عليهم أن يستغنوا بأنفسهم عن غيرهم فحينئذ يجب أن يقوم من المسلمين من يتعلم هذه العلوم كذلك الأذان إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن البقين ولا نقول إنه يجب على جميع من في المستد أو جميع جيران المستد أن يؤذنوا لأن المقصود هو الإعلام بدخول الوقت وهذا حاصل من واحد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا من فرض الكفايات ولهذا قال الله عز وجل وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةِ وَمِنْهُنَا لِلتَّبْعِيضِ قال المؤلف رحمه الله وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها الأحكام الخمسة التي هي الواجب والمحرم والمسنون والمكروه والمباح تتفاوت تفاوتا كثيرا فمثلا الواجب الواجبات ليست على حد سواء فمثلا وجوب الصلاوات الخمس وجوب الصلاوات الخمس ليس كوجوب غيرها فإذا قلنا ماذا إن صلاة العيد واجبة فوجوب الصلاوات الخمس الفجر الظهر العصر المغرب العشاء ليس كوجوب صلاة العيد وإن كان يشتركان في الوجوب لكن هذا أعلى مرتبة من هذا كذلك أيضاً بالنسبة للمحرمات المحرمات ليست على مرتبة واحدة فمثلاً أكل الميتة ليس كقتل النفس قد حرم الله تعالى قتل النفس وحرم الميتة وحرم الغيبة وحرم النميمة فهذه المحرمات ليست على حد سواء ولهذا قال المؤلف رحمه الله تتفاوت تفاوتاً كثيراً بحسب حالها قال فما كان مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب فما كان فيه مصلحة راجحة أو خالصة فإن الشارع يأمر به إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراها يعني ما كان فيه مفسده فالشارع ينهى عنه إما نهياً جازماً فيكون محرماً وإما نهياً غير جازماً فيكون مكروهاً قال فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات قال وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات وإلى الشر فتلحق بالمنهيات المباحات أو المباح قد أباحه الشر وأذن فيه والمباح قال أهل العلم تجري فيه الأحكام الخمسة كل مباح فتجري فيه الأحكام الخمسة قد يكون واجباً وقد يكون مستحباً وقد يكون محرماً وقد يكون مكروهاً وقد يكون مباحاً وهو الأصل فمثلاً شراء السيارة في الأصل هو مباح لكن إذا توقف فعل الواجب على شرائها كان شراؤها واجبا فإنسان مثلا وجب عليه الحج ولا يتمكن من ذلك إلا بشراء سيارة توصله إلى مكة فيجب عليه أن يشتري السيارة لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كذلك أيضا شراء السكين السكين آلة في الأصل أنها مباحة قد يجب شراء السكين وقد يحرم وقد يستحب وقد يكره وقد يكون مباحا وهو الأصل فمثلا أراد أن يذكي أضحيته وليس عنده سكين يجب أن يشتري السكين ليضحي الأضحية لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وعما إذا اشترى هذه السكين ليعتدي بها أو ليقتل بها فحينئذ يكون الشراء محرما وهذا معنى قول العلماء رحمه الله إن المباحة تجري فيه الأحكام الخمسة قال فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد فوسائل الواجب واجبة ووسائل المحرم محرمة ووسائل المستحب مستحبة ووسائل المباح مباحة وهكذا وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فالشارع مثلا أوجب الصلاة والصلاة لها واجبات من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة ونحو ذلك فيجب عليه أن يأتي بالصلاة وبما لا تتم الصلاة إلا به كذلك أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع هذا أمر بالصلاة وبما لا تتم إلا به من لوازمها وليس المعنى أن نقول الإصطبي صلي ولو على غير طهارة أو بغير استقبال قبلة بل قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة هذا أمر بالصلاة وبما لا تتم الصلاة إلا به من الشروط اللازمة قال وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون هذا داخل في قوله الوسائل لها أحكام المقاصد لأن وسائل الواجبات واجبة ووسائل المحرمات محرمة ووسائل المستحبات مستحبة ووسائل المكروهات مكروهة ما لا يتم المسنون إلا به فهو واجب فمثلا السواك سنة لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة ومع كل وضوء فشراء الإنسان السواك وعقد البيع لشرائه هذا مستحب لأنه وسيلة لتحصيل هذا المسنون قال وما يتوقف عليه الحرام فهو حرام ووسائل المكروه مكروهة فكل ما يكون سببا للوصول إلى المحرم فإنه يكون محرما فما لا يتم المحرم إلا به فهو محرم لأن الوسائل لها أحكام المقاصد ثم قال المؤلف رحمه الله فصل الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة يعني الأصول الشرعية وأصول الشريعة أربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهذه الأصول هي الأصول المتفق المتفق عليها بين العلماء رحمه الله قال الكتاب والسنة وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه فأصل الأدلة الشرعية هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس مستند إليهما لأن كل إجماع لا بد له من مستند وكل قياس يكون مصادما للنص فإنه يكون فاسدا الاعتبار قال والإجماع والقياس الصحيح وهما مستندان إلى الكتاب والسنة إذن الأدلة الشرعية هي هذه الأربعة الكتاب وهو القرآن العظيم والسنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والثالث الإجماع والرابع القياس والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس يرجعان إلى الكتاب والسنة لأن كل إجماع لا بد أن يكون له مستند وكل قياس لا بد أن يكون موافقا لما في الكتاب والسنة وإلا أعني إذا كان مصادما كان قياسا فاسد الاعتبار وسيذكر المؤلف رحمه الله ذلك أعني هذه الأجلة بتفاصيلها في الفصل الذي بعده قال فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة فالأحكام التي تحتاجها الأمة تجد أن الأدلة الأربعة تجتمع عليها فوجوب الصلاة تدل عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس تحريم الخمر دلت عليه الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس يقول وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة تدل عليها نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إذا كانت مأمورا بها فالصلاة دل عليها القياس الصحيح لما فيها من المصالح وتحريم الخمر وتحريم السرقة وغيرها من المحرمات أيضا دل القياس الصحيح على تحريمها لما فيها من المفسدة والمضرة والعدوان قال رحمه الله والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة قال والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء يعني أن النزاع الذي يكون في الشريعة أو في الأحكام الشرعية الخلاف الذي يكون في الأحكام الشرعية هو قليل بالنسبة لما اتفق عليه العلماء رحمه الله ولكن إذا حصل نزاع فإننا نرد هذا النزاع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل قال وأقربهم إلى الصواب يعني من هؤلاء المختلفين المتنازعين من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة يعني أن يرد هذه المسألة التي فيها النزاع إلى الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس فمن ردها ردا حسنا إلى هذه الأصول والأجلة الشرعية فإن قوله يكون أقرب إلى الصواب من غيره ثم شرع المؤلف رحم الله في بيان هذه الأجلة ونذكر هذه الأجلة بتفاصيلها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يهب لنا منه رحمة إنه الوهاب وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه جواد كريم بر رحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين ترجمة نانسي قنقر